السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام رقم 8 من الفصل الرابع نتكلم على النوع الثالث من الـ Dislocation وهو الميكس الـ Dislocation عرفنا قبل كده قلنا الميكس الـ Dislocation هو عبارة عن الـ Dislocation that contain partially edge components and partially screw components لما نجي نبص للرسمة اللي قدامنا دي أبص ألاقي أن الـ Mixed Dislocation بيحصل إزاي؟ أنه بيحصل عندي Screwed Dislocation as the front face زي ما أنا شايفه هنا تمام؟ آدي الـ Screwed Dislocation بينه تمام؟ بعد كده عندي في الجانب أو في الجزء الجانبي حاصل Edge Dislocation تمام؟ وبكده يبقى الرسمة اللي قدامي بتوضح Edge Dislocation اللي هو بيحوي الاثنين مع بعض تعالوا نشوف الجدول اللي أمامنا في الحقيقة ده بيوضح Sleep Blancs with Directions في Metallic Structure يعني مثلا عندي في الماتيريال اللي هي BCC أو Crystal Structure بتاعها BCC أبص ألاقي عندي أن الـ Sleep Blanc يبقى عائلة البلان اللي هي 110, 112, 123 بينانه Sleep Direction 111 طبعا إحنا عارفين الـ Direction والـ Blancs دي لما شفناها في الشبطة الرقم 3 لما كنا إزاي بنقدر نجيب الميلر انتزيز بلان والميلر انتزيز ديريكشن بانت أهميتهم هنا لما جا شوف الميتلز اللي هي FCC أو فيه Sintered Cubic ألاقي الـ Sleep Blanc بتاعها بيحصل في المستوى 111 وفي الـ Direction 110 أما في الـ Hexagonal مثل أبص ألاقي بيحصل فيه 001 وفيه الخط اللي هو 100 أما فيه برضو يحصل برضو فيه 11 minus 20 أو 11 minus 10 أو 10 minus 11 أو مع الـ Direction اللي احنا شايفينه سواء كان 110 أو 112 minus 0 طيب أما بالنسبة للماغنيزيوم نيكل عفواً Sodium Chloride فبنبص لها بيحصل فيه الـ Step Blanc اللي هو 110 والـ Step Direction 110 أما في السيليكون بيحصل فيه 111 و Direction 110 طبعاً ده ناتج عن طريق التجارب المختلفة وعمل X-Ray في كل مرة فبينت لنا هذا الـ Step Blanc والـ Step Direction